السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبوا مجددا بالطلبة الأعزاء سعيد أن أكون معكم في هذه الحصة الثالثة من محاضرات وحدة حقوق الإنسان والحريات العامة أتمنى أن تكونوا بألف خح اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فبالنسبة لهذه الحصة وهي المعنونة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان تحدثنا سابقا عن تعريف حقوق الإنسان وخصائصه وأجياله ثم انتقلنا إلى الحديث عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان وتوقفنا إلى المرحلة الحديثة وهي مرحلة تدويل وتقنين حقوق الإنسان وظهور القانون الدولي لحقوق الإنسان إذن من خلال آخر نقطة هي التي سوف تكون إن شاء الله بداية هذه المحاضرة فالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان حاولنا أن نناقشها من خلال مجموعة من النقطة النقطة الأولى أهم الاتفاقيات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كذلك أجهزة رئيسية لهيئة أمم المتحدة والأجهزة الفرعية الخاصة نتكلم عن الأجهزة الفرعية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية التي تعتبر ضمانة أساسية لحماية تلك الحقوق والحريات نبدأ أولا طلبة الأعزاء بالنظام اتفاقي النظام اتفاقي يمكن القول أن أهم الاتفاقيات الدولية تبدأ أولا بالميطاق الميطاق الذي أسس به هيئة الأمم المتحدة كما سبق ذكره سنة 1945 بالإضافة إلى المطاق هناك الإعلان العالمي الصادر سنة 1948 بالإضافة إلى العهدين العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية بالإضافة إلى هذه التفاقيات العامة هناك التفاقيات الخاصة ويمكن تقسمها منهجيا إلى اتفاقيات الفئوية والتي تهدف لحماية فئة وحشة محددة وهناك اتفاقيات موضوعاتية التي تهدف لحماية موضوع محدد وذلك سوف نعمل على تحليله في هذه المحاضرة نبدأ أولا طلبة الأعزاء بالميطاق الأمم المتحدة تبقى ذكر الحصة الماضية أن الميطاق وقع في سان فرانسيسكو بتاريخ 22 يونو 1945 وأصبح نافدا في 24 أكتوبر من نفس السنة وهذا الميطاق قسم إلى 19 فصلا كما ترونه بالشاشة يتكون من ديباجة بالإضافة إلى 19 فصلا ومن أهم المبادئ التي زاء بهذا الميطاق وهو ما يتضح من خلال طلبة الأعزاء من خلال ديباجته فديباجة الميطاق تقول نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحسانا يعتز عنها الوصف هنا يتحدث عن الميطاق عن ويلات الحرب العالمية الأولى والتانية ومخلفاتها على البشرية ويستمر الميطاق هو أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرض وقدره كذلك يؤكد على أن ليس هناك فرق بين الرجل والنساء كبيرهم وصغيرهم وكل حقوق هي حقوق متساوية فمن خلال هذه الدباجة يبين أن الهدف الرئيسي هو الحدم الحروب وكذلك المساواة والحدم اللاعدل والتمييث كذلك من خلال المادة الأولى في فقرته الثانية يؤكد الميطاق لأن من أهم المقاصد هذا الميطاق تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنا جميع وتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بين الجنس واللغة والدين ولا تفريق بين الرجل والرجال والنساء هذا يعزز ما جاء في الدباجة ومن أهم الضمانات التي نص عليها الميطاق هو تعهد أعضاء الأمم المتحدة أي الدول الأعضاء في أمم المتحدة من خلال مادتين 56 و 55 اتخاذ الإجراءات المشتركة أو المنفردة بالتعاون مع المنظمة للدعوة إلى الاحترام العالمي ومراعاة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تمييز إذن من خلال الدباجة ومجموعة من النصوص التي اخترناها لكم يبين أن المقاصد هذا الميطاق هو الحد من الحروب تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعزيز المكاسب واحترام حقوق الإنسان ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل احترام حقوق الإنسان والحد من التمييز وكما قلنا بعد الميطاق الذي يعتبر أول وثيقة عالمية تم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 1948 تم اعتماده من طرف الجماعية العامة هذا الإعلان تضمن مجموعة من الحقوق يمكن اعتباره أول إنزاز عالمي مخصص فقط لحقوق الإنسان فهو غطى مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية منها ما هو متعلق بالحقوق المدنية والسياسية وما هو متعلق بالحقوق الاقتصادية والجماعية والثقافية تضمن هذا الإعلان من دماجة والإضافة إلى 30 مادة ومن أهم الحقوق والحريات التي نص عليها هذا الإعلان طلبة الأعزاء نذكر حق العمل ضمان جماعي حق في التعليم وتعميمه المحاكمة العادلة منع التعذيب والاستعباد الحق في الحياة الخاصة حرية العقيدة حرية التعبير حرية النقابة إذن هناك مجموعة من الحقوق والحريات التي غطت كل أنواعها فمثلا إذا قسمنا هذا الإعلان نجد أنه من الفصل أو من المادة الواحد إلى المادة 21 تحدث عن الحقوق المدنية والسياسية ومن المادة 22 إلى المادة 22 تطرق إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية بالإضافة إلى المادة 22 نصت على واجبات الفرد نحو المجتمع والمادة الأخيرة نصت على عدم جواج أي نصات يهدف إلى هدم هذه الحقوق المنصورة في الإعلان والسؤال الذي يطرح نفسه الإعلان هل له قيمة قانونية أو لا؟ أو فقط له قيمة أخلاقية توجيهية؟ فبالنسبة لسؤالنا للإجابة عليه نقول أنه سابقاً أثناء أو بعد صدر الإعلان كان الاتجاه السائد هو أن هذا الإعلان هو إعلان هو إعلان فقط ليس ملزماً بل هو إعلان أخلاقي ذلك رجع إلى شكله فهو لا يعتبر اتفاقي وبالتالي لم يتم إخضاعه لمشترة التوقيع والمصادقة بالإضافة إلى ذلك فالإعلان لا ينص على وجود آلية تنفيذ مضامينه فهذا الخلو خلو نص إعلان العالمي لحق الإنسان من الززاء والتزام الدول به أعطى نوعاً ما الصفة اللا إلزامية لهذا الإعلان لكن بعد مرور الزمن وتكريس هذه المبادئ المتضمنة في الإعلان في مجموعة من المواتيق الدولية الأخرى والمواتيق الجهوية بل أيضاً في مجموعة من النصوص الدستورية الوطنية وأحكام القضاء فكل هذه الممارسة الدولية أصبحت عرفاً وبالتالي انتقل هذا الإعلان من إعلان أخلاقي إلى أعراف وبالتالي هذا العرف أصبح ملزماً وعليه يمكن القول حالياً أن الإعلان العالمي لحق الإنسان أصبح نصاً قانونياً ملزماً للدول على أساس عرفي إذن بينا المنطلق الأول أنه في الأصل هو إعلان توجيهي أخلاقي لكن مع الوقت أصبح عرفاً في الممارسة الدولية وكذلك في الممارسات الوطنية هو انتقل من ما هو كما قلنا سابقاً أخلاقي غير ملزم إلى عرفي ملزم إذن بعدما تحدثنا أولاً عن الميتاق وانتقلنا إلى العرف إلى عفو إلى الإعلان ننتقل إلى العهدين نبدأ أولاً بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي احتمدته جمعية العامة سنة 1966 ودخل حيز التنفيذ بعده بعشر سنوات ونشير هنا أن المغرب صدق على هذا العهد بتاريخ 30 مايه 1979 أي بعده بثلاث سنوات من دخول حيز التنفيذ يتكون هذا العهد من 53 مادة موزعة إلى مجموعة من الحقوق والحريات ذات طابع مدني والسياسي أهمها حق في الحياة حضر الثديد حضر العبودية عامل الصخرة حضر الاعتقال حزدع السوفي حق الأسخاص المنتزع حرياتهم حرية التنقل كذلك مجموعة من الحقوق والحريات ذات طابع المدني والسياسي بالإضافة إلى العهد الدولي لحقوق المدني والسياسية نشير أن هناك بروتوكولين مرفقين لهذا العهد وهذه البروتوكولات الاثنين هي الأول المتعلق بشكاوى الفرضية أما الثاني متعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فبالنسبة للبروتوكول الأول هو يسمح للأفراد الذين تنتهكوا حرياتهم وحقوقهم ويكونوا ساكنين ومستقرين في الدولة الطرف في العهد من حقية تقديم شكواهم إلى اللجنة المعنية بحق الإنسان والتي هي تكون منبطقة من هذا العهد وهذه اللجنة كما سوف نرى مستقبلا هي تعتبر من الآليات التعاهدية لحق الإنسان فبالإضافة إلى البروتوكول الأول متعلق بالشكاوى الفرضية لللجنة هناك بروتوكول متعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في الدول ننتقل إلى العهد الثاني وهو المتعلق بالحقوق الاقتصادية والجماعية والثقافية نفس السنة ونفس الشهر دخل حيث تنفيذ لكي لا يعطي أن الأمم المتحدة تعطي تفرق بين الحقوق الاقتصادية والجماعية والثقافية من جهة والمدنية والسياسية فقط هي عملية منهجية تضمن هذا العد من 31 مادة تكون من مجموعة من الحقوق والحريات ذات طابع اقتصادي الجماعي والثقافي نذكر أهمها حق الضمان الجماعي حق العمل حق المسكن حق التعليم حق الصحة إلى آخر من الحقوق ومن بين أهم الحقوق التي لم يتم ذكرها قبلاً في الإعلان العالم الحقوق الإنسان وهو حق تقرير المسكن إذن هذا البروتوكول تضمن مجموعة من الحقوق والحريات أكثر تفصيلاً والتي كانت أشار إليها إعلان سابقاً كما قلت حق تقرير المسكن بالإضافة إلى العهد الدولي هناك بروتوكول كما قلنا سابقاً هناك بروتوكولين تابعين للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هنا أيضاً هناك بروتوكول واحد تابع للعهد الخاص بالحقوق المدنية الاجتماعية والثقافية هذا البروتوكول تم اعتماده من طرف الجمعي العام في عشرها دجامبر 2008 ودخل حيز تنفيذ سنة 2013 هدفه تعزيز وتحقيق مقاصد العهد وذلك عن طريق وجود آلية وهي تقديم الشكوة الشكوة سواء الفرضية والجماعية فكل أطراف التي تنتهكوا حقوقهم والحرياتهم المتضمنة في هذا العهد وتكون الدولة القاتلين بها طرفاً في هذه اتفاقية أو هذا العهد وبعد أن يقوم هؤلاء الأفراد أو الجماعات من نفاذ المسطرة القضائية الوطنية يمكن أن تقديم شكواهم إلى اللجنة المعينة من خلال هذا العهد وهي لجنة الحقوق الاتصادية والجماعية والتقافية بعد ذلك نشير طلبات الأعزاء أن هناك لفظة تسمى الشرعة الدولية هذه الشرعة الدولية يمكن أن تجدونها في كثير من المطبوعات والمؤلفات فالشرعة الدولية تطلق على كل من الإعلان العالمي لحق الإنسان كذلك على العهد خاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين التابعين لها وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية عفواً اقتصادية والجماعية والتقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بهذا العهد إذن الشرعة الدولية يقصد بها الإعلان والبروتوكولين مع كما قلنا عفواً الإعلان مع العهدين مع ثلاث بروتوكولات المرفقين بهما يسمى الشرعة الدولية بعدما تحدثنا طلبة الأعزة عن الاتفاقيات العامة الشاملة التي تحمي كل أصناف الحقوق ننتقل الآن إلى اتفاقيات الخاصة والتي تحمي سواء الفئة أو موضوع قلت سابقاً هذه اتفاقيات منهجية يمكن أن تقسمها إلى اتفاقيات فئوية أو موضوعاتية فبالنسبة لاتفاقيات الفئوية هناك اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقيات حقوق الطفل اتفاقية خاصة بوضع اللاجئين اتفاقية خاصة بأشخاص دوي الإعاقة اتفاقية دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره إذا من خلال تحليلنا لهذه اتفاقيات فكل اتفاقية تهدفوا لحماية فئة اتفاقية الأولى تهدفوا لحماية المرأة ثانية الطفل ثالثة اللاجئين الرابعة دوي الإعاقة والأخيرة المهاجرين بأسره هذا التمييز هناك تمييز آخر يقابل اتفاقية الفئوية اتفاقيات الموضوعاتية وهي التي تهدفوا لحماية موضوع محدد على سبيل المثال هناك اتفاقية مناهضة تهديد وغيره من ظروف المعاملة القاصية أو اللا انسانية أو العقوبة أو المعاملة المهينة اتفاقية متعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية اتفاقية الدولي لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري فهذه الاتفاقيات هدفها حماية الحقوق والحريات في موضوع محدد سواء الموضوع التعديد موضوع المعاملة القاصية إبادة الجماعية التمييز العنصري أو الاختفاء القصري وكخلصة لما سبق ذكره قلنا أن اتفاقية في محور اتفاقيات الدولية هناك ميطاق يعتبر أول اتفاقية عالمية ثم هناك الإعلال العالمي الذي يعتبر أول اتفاقيات ذات طابع حقوق الإنسان كل مجال لبنودها يهدف إلى حقوق الإنسان وهناك العهدين العهد الأول الحقوق المدنية والسياسية يتكون أيضا من البروتوكولين أول للشكاوة ثانيا للحد من وقف عقوبة إعدام ثانيا هناك العهد الخاص بالحقوق اقتصادية والجماعية والتقافية وهناك بروتوكول تابع له المتعلق بالشكاوة الفرضية والجماعية الإعلان والعهدين مع البروتوكول الثلاثة يسمون الشرعة الدولية هذا فيما يهم الاتفاقيات العامة ننتقل إلى اتفاقيات الخاصة قلنا قصمناها منهجيا إلى اتفاقيات التي تحمي فئة محددة وأعطينا فئة المرأة أو الطفل أو اللاجئين أو العاملين أو ذوي الإعاقة وهناك طرف ثاني من اتفاقية ذات تحمي موضوع محدد التي قلنا هناك اتفاقيات منع التعديل إبادة اختفاء قصري والتمييز هذا باختصار كل ما يتعلق بالمحور المتعلق بالاتفاقيات الدولية للحقية ننتقل لتوضيح الآن إلى تبيان المحور الثاني وهو المتعلق بأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة نقول طلبة الأعزاء أن هناك ستة أجهزة تابعة للأمم المتحدة هي أجهزة رئيسية فينص المادة السبعة من المتق على تواجد ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة هناك خمسة منها تقع بنيويورك هي الجمعية العامة المجلس الأمن المجلس الاقتصادي والجماعي الويصاية وكذلك الأمان العامة باستثناء المحكمة العدل الدولية فكما هو معروف مقرها لهاي بهولندا إذن فنتحدث عن كل هذه الأجهزة واحدة تبعنا نبدأ أولا طلبة الأعزاء بالجمعية العامة فجمعية العامة يمكن القول بأنها بالامان دولي بالامان عالمي فهي الهيئة التدولية الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة عدد دول الأعضاء 193 دولة ممتلة في هذه الجمعية فلها مجموعة من الأدوار لكن بما أننا نحن نتحدث في وحدة حقوق الإنسان سوف نخص أهم النقط التي تهدف إليه هذه الجمعية المرتبطة والمتعلقة بمجال حقوق الإنسان فهذه الجمعية لا يقف دورها على اعتماد الاتفاقيات الدولية التي رأيناها سابقا بل تناقش في كل دورة من دوراتها وخاصة لجنتها الخاصة بالشؤون الجماعية والإنسانية والثقافية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم كما تعتمد بشأنها قرارات كما تنطو بالجمعية مهمة إنجاز دراسات وإصدار توصيات بهدف إنما التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقافية والتعليمية والصحية والإعانة على تحقق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الزنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء وبالتالي يتضح أن هذه الجمعية لها دور كبير في حماية واحترام حقوق الإنسان وأن هذه الجمعية تعتبر بمثابة البلامان العالمي حيث تجتمع فيه كل دول العالم الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة من أجل التدور في كل القضايا ومن بين تلك القضايا القضايا المرتبطة والمتعلقة بالحقوق الإنسان ننتقل إلى المجلس الاقتصادي والجمعي هو يعتبر من أحد الأجهزة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة وهو الجهاز الرئيسي المختص بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية فله مجموعة من الأدوار بالإضافة إلى اهتمام بالقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعمل على تنسيق كل الأعمال ذات طابع الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة كذلك للوكالات المتخصصة وكل المؤسسات ذات الصلة ننتقل إلى مجلس الأمن هذا المجلس يعتبر هو الأداة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة من أهم أدوار طربة الأعزاء نذكر هو حفظ السلم السلم والأمن الدوليين عن طريق مجموعة من الآليات سواء عن طريق التدخل العسكري أو عن طريق التسويات الودي عموما يتكون هذا المجلس ب 15 عضو هناك خمسة دائمة وهما طلبة الأعزاء الصين فرنسا روسيا مملكة المتحدة بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بالإضافة إلى هؤلاء الخمسة الدائمين هناك عشرة يتم انتخابهم كل سنتين طلبة الأعزاء هذه العضوية غير دائمة الخمسة دائمين والعشرة يتم انتخابهم كل سنتين ننتقل إلى المجلس الويصية هذا المجلس طلبة الأعزاء ننشئ مع المتاق قم المتحدة سنة 1945 نصا المتاق والهدف إشراف الدولي على 11 إقليم كان مشمولا بالويصية لكن حاليا كل تلك الأقاليم أخذت استقلالها أو الحكم الداتي وبالتالي فهذا المجلس حاليا هو مجلس مجمد ننتقل إلى محكمة العدل الدولية قلنا مقرها في لاهاي بهولندا هو الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة من بين أهم اختصاصاته هو النظر في المنازعات بين الأعضاء أي دول أطراف في منظمات هيئة أمم المتحدة بالإضافة إلى تقديم فتاوى ننتقل إلى الجهاز الأخير وهو الأمانة العامة وهو يعتبر هيئة إدارية التي تعمل على إشراف على تسيير عمل أجهزة الأمم المتحدة الخمسة الأخرى وتقوم بتقديم برامجها فالأمانة العامة كما قلت هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويأتي على رأسهم الأمين العام ل أمانة العامة فيرأس الأمانة العامة الأمين العامة الذي تعينه الجمعية العامة بناء على تصويت توصيات من مجلس الأمن لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد فبعد ما وضحنا الهيئة أو الأجهزة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة وقلنا هناك ستة أجهزة رئيسية لها اختصاص عام وحاولنا فقط أن نبين الاختصاصات للطابع الحريات والحقوق الأسسية ننتقل الآن إلى الهيئات الفرعية هناك مجموعة من الهيئات ولكن من أهم الهيئات الفرعية العاملة في مجال حقوق الأنسان أولًا هناك حقوق الأنسان لما له من مجموعة من الأوروات التي تهدفوا لحماية حقوق إنسان بالإضافة إلى هذا المجلس الذي عوض لجنة حقوق الإنسان هناك المفوضية السامية لحقوق إنسان نبدأ أولا بالمجلس هو تم تعويضه كما سألت ذكره تعويض لجنة حقوق الإنسان بالمجلس سنة 2006 فإذا كانت اللجنة تابعة إلى المجلس الاقتصادي والجماعي فهذا المجلس هو تابع للجمعية العامة فقد تم استحداث مجموعة من الآليات لحماية حقوق الإنسان كاستعراض الدولي الشامل لكن فبعد سنة من عمل هذا المجلس أي بعد 2006 سنة 2007 تم تأسيس هذا الاستعراض الدولي الشامل بواسطة قرار 5 ساعة 1 بالإضافة إلى ذلك تم تلقيح وتجديد الآليات السابقة وهي المتعلقة أولاً بالمقررين الخواص حيث تم تعويض به الإجراء قرار نارج 35 الذي كان في عهد لجنة حقوق الإنسان واستبدال قرار أو إجراء 1503 بقرار آخر أو بآلية أخرى هي آلية تقديم الشكاوى الفرضية كذلك تم تعويض لجنة المعنية بحقوق الإنسان وتم تعويضها باللجنة الاشتشارية لحقوق الإنسان فهذا المجلس يتكون باختصار بمجموعة من آليات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان ولن ندخل في هذه الآليات هنا ونخصصناها إلى المحوى الأخير والمتعلق بآليات الحماية الدولية ننتقل إلى النقطة أو المفوضية السامية لحق الإنسان هذه المفوضية أنشئت سنة 1993 ويعتبر المفوض السامي لحق الإنسان هو الممثل الرسمي للأمم المتحدة حول القضايا المتعلقة بحق الإنسان يعمل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة يعين من قبل الأمين العام لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد من أهم وأبرز خصاصات هذه المفوضية نذكر على سبيل المثال الإشراف على نشاطات الأمم المتحدة في مجال حق الإنسان تنسيق برامج الأمم المتحدة للتسقيف والإعلام كذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان متابعة تقصي الحقائق والتدخل في الحالات الطرقة توفير المساعدات التقنية والمالية والخدامات للششارية في ميدان حقوق الإنسان ننتقل بعد تحدثنا إلى الأجهزة الفرعية وخصصنا الذكر بكل من المفوضية والمجلس حقوق الإنسان نتحدث إلى الوكالات المتخصصة المستقلة هناك مجموعة من الوكالات المتخصصة حسب ذكري هناك 14 الوكالة لكن نركز فقط عن تلك الوكالات العاملة في مجال حقوق الإنسان وأخترت لكم أربع وكالات هناك منظمة الصحة العالمية التي تهتم بحماية الصحة العالمية منظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة المعروفة باليونسكو العاملة في المجال التربية والتعليم والثقافة منظمة العمل الدولية التي تسعى إلى حماية العمال ووضع عاليات ومعايير ومبادئ دولية لاحترام حقوق العمال بالإضافة إلى ذلك منظمة الأغذية والزراعة التي تقدم الدعم والمجهودات والدراسات من أجل التنمية العالمية خاصة في الدول الفقيرة والتي تعرف الجوع هذا باختصار الوكالات المتعلقة بحقوق الإنسان ونصل الآن إلى النقطة الأخيرة وهي المتعلقة طلبة الأعزاء بالعاليات هناك مجموعة من اتفاقيات التي تنص على مجموعة من البنود التي تحمي حقوق الحرية الأساسية لكن بدون هذه الضمانات التي تصهر على حماية تلك الحقوق والحريات تنكون أمام حقوق وحريات سلبية لا يمكن لإنسان استفادته منها وبالتالي هناك مجموعة من الآليات نصت عليها حمام المتحدة وهناك قسمناها منهجيا إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية هناك من يقول تعاقدية أو غير تعاقدية كل المصطلحات هي مترادفة فنبدأ بالآليات التعاقدية هي آلية تعاقدية هناك عشر آليات نقول تعاقدية لأن مصدرها هي المعاهدة الدولية فهناك تسع معاهدات دولية وبروتوكول واحد فهذه تسع معاهدات وبروتوكول في بنودها هناك ضرورة إنشاء لجنة التي تحمي بنود تلك الاتفاقية ومن أهم وهذه العشرة كما هو مبين هناك لجنة القضاء على التميج العنصري المنفتقة من الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التميج العنصري اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهي المرتبطة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجنة حقوق إنسان الاقتصادية والجماعية والثقافية من خلال عنوان يتضح أنها تابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والجماعية لجنة القضاء على التميج ضد المرأة العنوان واضح لجنة مناهضة التعذيب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هذه اللجنة منبتقة من البروتوكول ثم لجنة حقوق الطفل اللجنة المعنية بحق العمى المواجن كما رأينا سابقا اللجنة المعنية بحق الأسخاص دوي الإعاقة وأخيرا اللجنة المعنية بالاختفاء قصري فهذه اللجن هي منبتقة من اتفاقية الرئيسية بالإضافة إلى البروتوكول بخصوص التعليم من أهم أدوار هذه اللجن هي آلية تقرارية حيث تتوصل بمجموعة من الشكاوى الفردية والجماعية من أطراف بالإضافة إلى ذلك النظر في التقارير التي تتلقها من الدول الأطراف في حالة انتهاك دولة طرف أخرى لبعض البنود بالإضافة كذلك إلى تلقي بلاغات الدول ونقطة الخامسة هي إجراءات التقصي والتحقيقات السرية بشأن وقوع انتهاكات هذا باختصار طلبة الأعزاء بخصوص أدوار هذه الآليات التعاهدية والتي قلنا أنها منبتقة من تسع اتفاقيات الدولية من إضافة إلى بروتوكول واحد المتعلق بالتعديل بعدما تحدثنا إلى الآلية الأولى آلية التعاهدية أو التعاقدية ننتقل بسرعة إلى الآلية التانية هي الآلية الغير التعاهدية أي لا ترتبط مباشرة بالاتفاقية هناك مجموعة من الآليات هناك الإجراءات الخاصة كما رأينا سابقا في مجلس حقوق الإنسان آلية السعرات الشامل إجراءات الشكاوة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان اللجنة الششارية لحقوق الإنسان التي حلت محل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لجنة التحقيقات لجنة وضع المرأة لكن في هذه الحصة سوف نركز فقط على ثلاث لجنة الأولية من أجل نظرا لدورهما الكبير في حماية حقوق الحرية الأساسية نبدأ طلبة الأعزاء بالآلية الإجرائية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان هي آلية كما قلت سابقا وضعتها لجنة حقوق الإنسان ويتطلع بها حاليا مجلس حقوق الإنسان تتكون من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان والحريات مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومنشورات بشأن مجال حقوق الإنسان في الدول أو البلدان المحددة فهذا الإجراء الخاص هو متكون إما يكون فرض واحد يسمى مقرر خاص أو خابر مستقل هذا بالنسبة لفرض أما إذا كانوا جمعا يسمى فريق عمل فهذه الإجراء الخاصة لها دورين أساسيين يمكن تقسمها إلى نوعين هناك مقرر خاص يعتبروا موضوعاتية موضوعين وهناك ولايات أخرى تعتبر قطرية ماذا نقصد بالقطرية وماذا نقصد بمواضعية بالنسبة لهؤلاء الخبراء القطريين الخبراء القطريين نبدأ أولا بالمواضعية بالنسبة للمواضعية فهي تختص بمراقبة حقوق الإنسان في رقعة جغرافية محددة من خلال كلمة قطرية يتضح أن اختصاصها هو قطر محدد فهي تعمل على حماية حقوق إنسان في رقعة جغرافية محددة ومن أمثل ذلك هناك المقرر خاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أراضي الفلسطينية المهتلة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سوريا الخبير المستقل المعني بحماية حقوق الإنسان في الصومر إلى آخر فولاية هؤلاء المقررين أو الخبراء أو الفرق العاملة في مجال حقوق الإنسان يكون مجال اختصاصهم حقوق الإنسان في دولة محددة أما عندما نتحدث عن الولاية المواضعية فإننا نتحدث عن حقوق الإنسان في موضوع محدد أي هؤلاء الخبراء أو المقررين أو فريق العامل يهدفوا إلى حماية حق محدد موضوع محدد وهناك مجموعة أمثلات نصردها إليكم مثلا هناك الفريق العامل المعني بالاحتجاج التعسفي الفريق المعني بحالة اختفاء القصري الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة حق الشعوب في تقرير مصر إذن هناك أيضا مجموعة من الخبراء والفرق المقرر الخاص المعني بحماية حق الرأي والتعبير فمن هنا يتبين أن آلية الإجراء الخاصة مقسمة إلى إجراءات خاصة قطرية ومواضعية القطرية تهتم بمجال حق إنسان في رقعة جغرافية أي في دولة محددة وقلنا هناك في الصومال في فلسطين في روسيا وهناك أيضا مواضعية هؤلاء الخبراء أو المقررين أو فارق العامل يهدفون لحماية حق محدد قلنا هناك اختفاء قصري هناك حرية الرأي حرية التعبير كذلك احتساس تعسفي حقوق الأقلية هذا ما يمكنه أن نقوله بخصوص آلية الإجراء الخاصة لحق إنسان ونصل الآن إلى النقطة المتعلقة بالمراجعة الدولي الشامل هذه آلية هي آلية جديدة مستحدة من طرف مجلس حق الإنسان لم تكن لم ياريتها من طرف لجنة حق الإنسان فمن أهم أهداف هذه الآلية نذكر أنه هو تجمع يكون دولي كل خمس سنوات للدول حيث يتم مراجعة ومناقشة مدى تنفيذها لالتزاماتها الدولي لحق إنسان مدى احترامها لمبادئها ومدى تطبيق كل تلك الاتفاقيات على الصعيد الوطني من خلال ملاءمة اتفاقيات الدولية في قوانينها الداخلية كل هذه الأمور يتم مناقشتها في هذا تقرير وما يسمى بآلية السعرات الدوري الشامل أو المراجعة الدورية الشاملة التي تكون للدول كل خمس سنوات حيث يتم تقديم أربع تقارير رسمية تقرير من الحكومة الدول بالإضافة من مكتب المفوضي العليا لحق إنسان المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وعلى سبيل استئناس فمثلا المغرب تم مراجعة قيام بالمراجعة الدوري الشامل مؤخرا في استعراض 2017 وبالتالي فتلقائيا الاستعراض المقبل سوف يكون بحول الله في 2020 فهذا الاستعراض هو اجتماعي تمو فيه مناقشة وضعية الدول ومدى التزامها بحقوق الحريات التي هي طرفا فيها ومدى ملاءمة القوانين الوطنية مع تلك الاتفاقيات الدولية فيتم هناك مناقشة يتبيان كل هذه الأمور والسلبيات وبالتالي فتاة تعمل المجلس في حد وجود سلبيات على محاولة تنسيق مع الدولة على تصحيح كل تلك الأخطاء والسلبيات فهذا هو دور الاستعراض الدوري الشامل ننتقل إلى الألية الأخيرة هي تقديم الشكوى التي قلنا حلت محل إجراء 15 شفر 3 حيث تم زيادة مجموعة من الإصلاحات التنظيمية الداخلية فهذا إجراء حيث يمكن تقديم بلغات وشكوات من طرف أفراد أو جماعات الذين يتم انتهاك حقوقهم وحريتهم فكل من تعرض لانتهاك وذلك لأضرار ذات طابع حقوق الإنسان يمكن أن يقدم دعوة أو الشكاية إلى المجلس حقوق الإنسان ليبت مدى مشتاقيتها وبالتالي فحين يكون هناك مشتاقية يتم رفع التقرير إلى الدولة من أجل معرفة والتحقيق في تلك الشكاية هذه باختصار طلبة الأعزاء بخلصة أهم الآليات التولية لحماية حقوق الإنسان الآن نصل لخلصة عامة لهذه المحاضرة هذه المحاضرة طلبة الأعزاء ركزوا معي تتحدث عن المنظومة الدولية لحق الإنسان حاولنا تقسمها إلى مجموعة المحاولة محاول أول متعلق باتفاقية دولية قلنا هناك اتفاقية عامة اتفاقية خاصة قلنا أولا أن الميطاق يعتبر أول وثيقة للطبع شمولي الإعلان وثيقة مختصة في مجال حق الإنسان تضمت مجموعة من الحقوق بالحرية الأساسية تكونوا من ثلاثين مادة صدر سنة ألف وتسعمائة وتمانية أربعة عصرات ديسمبر بالضبط بعده ألف وتسعمائة ستة وستين صدر العهدين المدني والسياسي اقتصادي والجزماع وتقافي إعلان والعهدين والبروتوكولات الثلاثة يسمون الشرعة الدولية إذن عندما ترون الشرعة الدولية هما يقصدون التفاقيات المهمة الدولية الركيزية لأنها هي الركيزة لحق الإنسان في المجتمع إعلان ثم العهدين مع البروتوكولات الشرعة الدولية انتقلنا إلى الاتفاقيات الخاصة قلنا هناك في أوية هناك موضوعاتها بعد الاتفاقيات قلنا وقصمنا وبينا على أن الأمم المتحدة تتكون من ستة أجهزة رئيسية وبيننا أهم اختصاصات ضد طباع حق الإنسان انتقلنا إلى الأجهزة الفرعية وركزنا على المجلس حق الإنسان الذي عوض لجنة حق الإنسان سنة 2006 وبينا بعض الآليات الجديدة كالسعرات دولي الشامل والآليات التي تم تنشيطها وتغييرها وتحينها ثم تحدثنا عن المفوضية السامية لحق الإنسان ودورها في حماية حق الإنسان وهي كآلية رئيسية الفاعلة في مجال حق الإنسان انتقلنا إلى الوكالات وقلنا هناك مجموعة 14 وكالة لكن هناك مجموعة من الوكالات التي لا تعملوا مباشرة في مجال حق الإنسان وتحدثنا فقط عن تلك الوكالات المتعلقة في حق الإنسان كيونسكو كالصحة كالعمل وبيننا أدوارهم ثم انتقلنا في النقطة الأخيرة إلى الآليات الدولية لحق الإنسان وقسمناها إلى آليات تعاهدية أو التعاقدية أو الآليات لغير التعاهدية أو التعاقدية قلنا الآليات التعاهدية هناك عشر تسعة صادرة من انتفاقية الدولية وواحدة صادرة من بروتوكول خاص بالتعديل أهم أدوارهما هي النظر في التقارير سواء التقارير الخاصة بالدول أو الأفراد وقيا بدراسات في مجال حق الإنسان من أجل حماية ونظر في مدى احترام الدول الموقعة والمصادقة على تلك الاتفاقية المنبطقة منها تلك اللجنة احترام أهل تلك البنط ثم انتقلنا إلى الاتفاقيات أو إلى الآليات لغير التعاهدية التي لا تفتفض في اتفاقات معينة وقلنا هناك مجموعة استعارات الدول الشامل المقرر للخواص أو إجراء الخواص كذلك قلنا هناك اللجنة الشيشارية والتي جاءت محلة اللجنة المعنية بحق الإنسان هناك لجنة المرأة وهناك أيضا الألية المتعلقة بالشكاور وبينا كل من هذه الآليات ودورهم في حماية حق الإنسان كل هذه الآليات هي ضمانة لحماية الحقوق والحريات سواء المتضمنة في الإعلان أو في المواتق الدولية وكل الدول فهي مرغمة على ملأمة قوانينها الخاصة مع اتفاقيات المصدقة لها إلى هنا طلبة الأعزاء نكون قد أنهينا المحور المتعلق بحقوق الإنسان ونضرب لكم موعدا جديدا في الشق التاني من هذه المحاضرات وهو المتعلق طلبة الأعزاء بالحريات العامة والحريات الأساسية وسيقوم الأستاذ صال الأسحاف على التكلف بتدريس هذا المحور أتمنى أن تكونوا بالفخير وأن تصلكم هذه المحاضرة وأنتم بصحة جيدة وأن يكون هناك قدر كافي من استيعاب هذه المحاضرة حاولت بقدر الإمكان تبسيط هذه المادة وكذلك وضع مجموعة من الأفكار والرموز أمامكم في الشاشة من أجل الاستفادة وفهم المادة أكثر وأي تساؤل، أي حوار، أي نقطة غير مفهومة يمكن أن أطرح الأسئلة أولا في المنصة الخاصة بالوحدة أو أتفاعل كذلك مع بعض الطلبة في حالة وجود تساؤلات مع منطقية وماقولة موضوع في موقع اليوتيوب في قناتي علاء الدين تكاتري حيث أضع كل الفيديوهات هناك فأي تساؤل يمكن وضع أولا في المنصة وإذا لم يقدر حال يمكن وضعه في موقع اليوتيوب في تحت الفيديو هذا أو أي تساؤل متعلق بأي محاضرة وسب وضع السؤال في ذلك الفيديو المتعلق به وأخيرا أختم هذا اللقاء بشكر وأتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسونا من الدعاء رمضان مبارك كريم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله